لَدَعَ الْمُلْبُ لَا تَعِيدَهُ الحمد لله الذي شرف بيته وأعظم قصده وأكرم وفده أسأل الذي تفضل بالوصول أن يتمم بالقول اللهم كما أنعمت فتمم وكما خصصت فعمم وهيئ سبيلا إلى بيتك لكل مسلم حياكم الله وفد الله حجاج بيت الله الحرام مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم في ضيافة الرحمن في حلقة الماضية كنا وقفنا عند غروب شمس يوم عرفة ذلك اليوم الأغر وتلك البقعة الطاهرة التي يحن إليها قلب كل مسلم كيف لا؟ ومنها خرقنا كما ذكر ابن الأثير في كتابه الرائع الماتع تحريك الغرام الساكن إلى أشرف الأماكن أن تلك القبضة التي خلق الله منها آدم كانت من عرفة لذلك كل عبد ذي فطرة سليمة وقلب سوي يميل بفطرته ويهوي فؤاده إلى تلك البقعة الطاهرة لا ينبغي للعبد أن يضيع ذلك الوقت بما يضيعه يعني من لا يعرف قدرا لوقته ولا ليومه ولا لمكانه الذي هو فيه ولا لموقفه الذي هو فيه فقد يرى في الحج من أضاع ذلك الوقت في كثرة الطعام والشراب فأنضى يومه على طوابير الحمامات والمراحيض حاشاكم أو ممن أمضى وقته في لعب الورق أو التسلية وإضاعة الوقت ويرى أن مجرد وقوفه في عرفات حقق به المقصد فما كل من طرق باب الله سبحانه وتعالى نالب من الله سبحانه وتعالى القبول غربت شمس يوم عرفة هنا يقع أعظم أخطاء الحج فبعض الحجيج قد يكون جاء إلى عرفة من يوم التروية وبات في عرفة وأمضى يوم عرفة حتى غربت شمسه صار عنده شيء من الملل من الروتين الموجود أو أحب أن يخرج من المكان أو صار عنده تشوف لأن ينهي الركن الذي يلي الوقوف بعرفة فلذلك يتعجل بالخروج من أرض عرفة وهذه مشكلة كبيرة كما تعلمون فالإمام مالك قال بأن من خرج من عرفة قبل تمام غروب الشمس فلا حج له طبعا هذا الرأي عند المالكية خلافا لما قال به الجمهور الذين قالوا بأنه واجب ويجبر بدم لكن بما أن أحد الإمام الآئمة الثقات المعتبرين الذين نحاول أن نحج على مذهبه ما استطعنا ما لم تدفعنا المشقة إلى الأخذ ببعض الرخص قال بأن من نفر بعرفات قبل غروب قرص الشمس كاملا فلا حج له هذا أدعى أن أتروى بالخروج من عرفة وإن إذا نظرنا إلى حجة النبي صلى الله عليه وسلم رأينا النبي صلى الله عليه وسلم تروى عند الخروج من عرفة فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن غربت شمس ذلك اليوم استوا على بعيره وانتظر فصار الناس ينظرون ما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينتظر حتى جاء أسامة بن زيد الحب ابن الحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الغلام الأسود النحيل فراكب خلف النبي صلى الله عليه وسلم أردفه النبي على راحلته ثم مضى صلى الله عليه وسلم كان في هذا المشهد يراقب بعض الأعراب بعض حديثي العهد بالدين فقالوا حبسنا لأجل هذا الغلام حبسنا لأجل غلامه ولا يعرفون أن هذا الحب حب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لم يرضى النبي أن ينفر إلا وحبه أسامة بن زيد معه رضي الله عنه وإن نشهد الله أننا نحب من أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المشهد يريك بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان مستعجلا وإن كان الإنسان خلق من عجل لكن في هذا الموقف التروي التروي وما إن انطلق النبي صلى الله عليه وسلم حتى لبى ثم قال أيها الناس السكينة السكينة ترووا ترووا لكن بالمقابل وصف الواصفون ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا كان صلى الله عليه وسلم يمشي العنق يعني هو أقل الإسراع يعني لا يسمى مسرعا ولا يسمى متمهلا هذا بعد أن نفار صلى الله عليه وسلم بعد أن خرج من عرفات فإن وجد فجوة نصة يعني إذا وجد فسحة أمامه أسرع قليلا ترك الحبل لدابته لتسرع قليلا بحيث يملأ هذه الفجوة يعني كان صلى الله عليه وسلم يميل إلى النص النص هو الارتفاع ومنه تسمى المنصة منصة لأنها مرتفعة يعني النبي صلى الله عليه وسلم رفع سرعته إذا وجد أمامه فجوة لكن الأصل أنه يمشي العنق يعني لا يسمى مسرعا إنما بجد صلى الله عليه وسلم وهو يقول أيها الناس السكينة السكينة ليس البر بالإضاع يعني ليس البر البر بالإسرع على الطريق وقف الدبي صلى الله عليه وسلم توضأ جاءه سيدنا أسامة بن زيد وقال يا رسول الله الصلاة الصلاة ألا نصلي المغرب؟ لم نصلي المغرب في عرفة فقال عليه الصلاة والسلام الصلاة أمامك أو في رواية المصلى أمامك حتى وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مزدلفة فأمرهم بالصلاة أذن المؤذن وصلوا المغرب ثم أمرهم بأن تحطى الرحال وتبرك الجمال هذا يعني أخذ قريبا من ربع ساعة ثم أقيمت الصلاة وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم نام كما يروي جابر وبالمناسبة من أعظم الأحاديث التي رويت في حجة النبي صلى الله عليه وسلم وأجمعها هي حديث سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه فقال ثم نام النبي صلى الله عليه وسلم هناك اختلاف للعلماء هل صلى النبي الوتر أو لم يصلي بما أن جابر قال صلى النبي صلى الله عليه صلى النبي العشاء ثم نام ولم يصلي شيئا يا ترى هل استيقظ النبي قبل الفجر وصلى الوتر أو لا بعض أهل العلم ذهب إلى أن الإنسان لا يصلي الوتر ليلة العيد الحاج يعني لكن جمهور أهل العلم على أن الأمر لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ما نقل أن النبي صلى وما نقل أن النبي نهى عن الصلاة فالأصل أن أحمل المسألة على عادة النبي صلى الله عليه وسلم عادة النبي أنه يصلي من الليل ويصلي الوتر في سفره وحضره صلى الله عليه وسلم لذلك بما أنه لم ينقل لي حديث يقول لي بأن لا أصلي الوتر أنا أصليها حملا على عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر في وقت مبكر فهناك خطأ قد يقع به الحاج في مزدلفة ألا وهو النوم عن قيام الليل أو ترك صلاة الوتر وفي الوقت فسحة أو صلاة الفجر قبل وقتها الحديث في ظاهره لمن لم ينم باللغة العربية قد يفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر قبل وقته لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى الفجر قبل وقته هذا محال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا إنما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر بأول وقته في مزدلفة من الجيد أن يلتقط الحاج الحصات التي سيرمي بها جمرة العقبة من المزدلفة فهذا إيسر لكن ربما توجه معظم الناس إلى التقاط الحصة في مزدلفة هذا يجعل من المشقة أن تجد الحصة المطلوبة لترمي بها جمرة العقبة وبالتالي إذا أيها الحاج ما وجدت فسحة ما وجدت الجمار المناسبة في مزدلفة فلا تجهد نفسك ولا تكلف نفسك أن تلتقطها في مزدلفة إن شاء الله في الأمر فسحة لعل هذه النفرة هي من أهم محطات الحج طبعا المبيت بمزدلفة خلافا لجماهير أهل العلم قال بعضهم أنه ركن لكثرة ملتفة النبي صلى الله عليه وسلم إليه ولأنه قال للأعرابي من صلى معنا صلاتنا هذه يقصد صلاة الفجر ووقف في عرف ساعة من ليل أو نهار فقد أتم حجه وأن الله تعالى قال فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله وقال في آية أخرى واذكروا الله عند المشعر الحرام والمشعر الحرام هو في مزدلفة كما تعلمون ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني الفكرة أن المبيت المزدلفة يعني عندنا أن المبيت بعرفة هو سنة عفوا المبيت بمزدلفة هو سنة هو سنة الحط الرحال بها هو واجب يعني في مذهبنا مذهب الإمام المالك عليه الرحمن الرضوان واجب معنى لو وضع الإنسان يعني رحاله فقد صلى وأكل ما كتب الله لا يعني طعامه ثم ارتاح بعض الشيء يعني ساعة من الزمن هو كيفي لأن يكون قد أدى الواجباً الفكرة التي أود أن أوصلها دكتورة أن عناية النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الموقف واهتمامه فيه والتفاته إليه ووصف القرآن له وأن الحجيج بالذكر عند المشعر الحرام علماً أن الذكر هو أعظم مقاصد الحج كما تعلمين هذا جعل بعض أهل العلم خلافاً لما ذهب إليه جماهير الفقهاء أن يظنوا بأن المبيت بمزدرفة هو ركن وهو ليس بركن يقيناً القول بأنه واجب في بعض المذاهب وأنه سنة في بعضها الآخر أظن هذه الرحلة تحتاج إلى بعض الرحلة من عرفة إلى مزدرفة والمبيت فيها يحتاج إلى توجيه أكثر وإضافات الله يزيك الخير إذا كان ثم إضافة تضيفينها جزاك الله خير بسم الله الحمد لله وصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الأخير في الحقيقة ربما أستاذ رباح أفضت في الحديد جزاك الله خيراً ولكن ربما أقف أنا بعض الوقفات هكذا بالنسبة لعرفة ولو رجعت إلى عرفة ويحزننا فراق عرفة في الحقيقة أن عرفة قبل أن نخرج منها يعني أريد أن أوصي حجاجنا الميامين أن يتذكر أمرين إثنين الأول أن تتذكر مقامك عند ربك في ذلك الموقف الله سبحانه وتعالى باه بك الملائكة شرف عظيم جداً لا تنساهي حاج ومن شرفك ومقامك عند الله سبحانه وتعالى أنك أصبحت يعني بشفاعتك أو لا تشفع لنفسك فقط وإنما تشفع لغيرك أيضاً الله لا يردك مكسور الخاطر يقبل منك ويقبل لمن توسطت لهم عند الله تبارك وتعالى هذا مقام جداً رفيع والأمر الثاني ألا تنسى كسرة قلبك أمام الله تبارك وتعالى لا تنسى خضوعك وخشوعك وذلك بين يدي الله تبارك وتعالى أنت تحتاج هذا فيما بعد كزاد لقلبك نزولنا كما قال الأستاذ من عرفة يعني الذين يذهبون مع البعتة لبأس بذلك فهم يركبون يعني يذهبون يعني راكبين فلا أخوف عليهم وإنما نؤكد دائماً على مسألة تحقق الغروب بمعنى حتى يغيب قرص الشمس الأحمر تماماً لذلك الذين ينفرون على أقدامهم كما قلنا نوصي بمسألة السكينة والوقار فلا يندفعوا في المجموعة الأولى دائماً المجموعة الأولى تندفع بشكل عفوي كأنه فيضان وفعلاً أفيضوا عبادي مخفوراً لكم فإذا أفضتم من عرفات فيضان سيول بشرية تنزل لها هيبة عجيبة جداً في أنفسنا ذلك أتمنى أن الحاج الذي يستطيع أن يمشي على قدميه ألا يعني يحرم نفسه من هذا يعني المقام المهيب جداً في نفسه لكن كنا كما نوصي ونعيد يعني توصية بأن نمشي في سكينة ووقار النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث قال أيها الناس عليكم بالسكينة فإن البر فإن البر ليس بالإضاع بمعنى بالإسراء هذا الإسراء يدل على ماذا؟ لأن النبي قال هذا الحديث متى؟ عندما سمع زجراً شديداً وضرباً خلفه وصوتاً للإبل وغير ذلك بمعنى الناس دخلوا في بعضهم البعض كما يحدث في النفرة الأولى اليوم فلذلك يستحيل وجود الخشوع ووجود السكينة والوقار دون خشوع القلب بمعنى كثرة الذكر وأنت تنشغل بذكر الله وبالتلبية وبشتى أصناف الأذكار التي تحدثنا عنها سابقاً هذا الذي يطبع شكلك وسيرك بالخشوع أو بالسكينة والوقار والأصل أنه خارج من عرفات خارج من أعظم أركان الحج وقد اشتفت روحه فيخرج بسكينة نركز على هذه المسألة جداً لا تندفع مع الأوائل خاصة الذين عندهم نساء رأينا فالأفضل عدم الدخول في هذا الزحام الشديد الذي قد يحول الحجبات ذلك إلى مسألة قن المخاصمات والمشحنات وغير ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى رجلاً يصلي وهو يلعب في لحيته هكذا قال لو خشع قلبه هذا لخشع جوارحه فالعمل كله على خشوع هذا القلب عندما نصل إلى مزدلفة كان الأستاذ قد فصل ولكن ننبه فقط أن الإنسان قبل الطعام وقبل حق الرحال وقبل كل شيء الصلاة أولاً يعني يصلي الإنسان أول شيء ثم بعد ذلك هناك أمر وهي أننا في ليلة عيد فنتذكر هذا الأمر من أحيى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أحيى ليلتي العيد في ليلة عيد الأضحى وعيد الفطر فإنه ماذا؟ فإنه لم يموت قلبه يوم تموت القلب يعني يبقى قلبه حي وهي ليلة عيد فنحاول أن نحييها قدر ما استطعنا وأكيد سنأخذ قصة من الراحة نحتاجه وجهنا الله تبارك وتعالى في هذا المقام الشريف توجيها عظيماً جداً قال فإذا أفضت من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم إذن ركز لنا في تنبيهه في القرآن الكريم على مسألة الذكر ونحن ترانا بدأنا منذ بداية هذا البرنامج ونحن نركز على مسألة الذكر ولكن قد يتبادر لدهر بعض الناس أو لأدهان بعض الناس أن الذكر لا يكون إلا عند المشعر الحرام يعني مزدلفة كلها يعني تعتبر كالمشعر بمعنى الإنسان الذي استطاع أن يصل للمشعر الحرام فيذكر الله لا بأس بذلك فإن لم يستطع في أي مكان حتى رحاله يكتر من ذكر الله تبارك وتعالى ثم الله أضاف توجيه رباني عظيم جداً حين قال واذكروه كما هداكم فالهداية نعمة من الله تبارك وتعالى والذكر المرتب على النعمة هو الشكر شكر الله فهو يوجهنا إلى شكره سبحانه وتعالى على هذه النعمة نعمة أن نتمينا وقفنا في عرفة ونحن الآن يعني ننفر وننزل إلى منا فهذه النعمة من الله عظيمة جداً أن مكننا من هذا والشكر في اعتقادنا ليس باللسان فقط وإنما الشكر أيضاً بالقلب فالشكور هو الذي يحس بانكسار قلبه وخضوعه وذله بين يدي الله تبارك وتعالى إنما يتمره هذا الخشوع وهذا الذل في قلوبنا لله تبارك وتعالى ونحن نستشعر إحسانه علينا تبارك وتعالى هو ماذا؟ يتمر لنا أقل شيء الرحمة أقل شيء الحياء من الله سبحانه وتعالى فنستحي أن نؤدي عباده وأيضاً يتمر لنا كل الرحمة حتى نترحم فيما بيننا أنت تحتاج يا حاج لمثل هذه المشاعر ومثل هذه الثمار الإيمانية العظيمة لأنك ستدخل إلى منا وستحس بمشقة شديدة سنتحدث عليها إن شاء الله في حلقتنا ربما قادم ربما دكتورة من الجيد أن ندخل بعد مزدرفة في يوم النحر وما يقع فيه من أعمال جليلة أين عفيه دقيقتين المتبقيتين في مسألة رمي جمرة العقبة وإن كان من الحقيقة هي على فضلها وشرفها وعظيم قدرها في الحج لكننا نرى فيها يعني استثناء في السلوك وكأن سلوك الحاج أو بعض الحجاج في منا مخالف لما يعني ينبغي منه حال إحرامه وحال انكساره وإخباته وخضوعه بين يدي الله سبحانه وتعالى بدءا من التسمية التي سميت منا لكثرة ما يمنى فيها من الدماء ولكثرة ما يراق فيها من الدماء ومنه سمي يوم النحر الذي ينفر فيه الحجاج إلى منا يليه يوم القر وفيه يقر الحجاج فلا ينفرون فلا ذهاب كيوم التروية إلى عرفة ولا ذهاب إلى مزدلفة كليلة يوم النحر ولا ذهاب إلى منا كليلة العيد وإنما هو يوم قر أيضا من الأشهر كما قلت عند علماء اللغة أنها مأخودة من ما يراق ويصب من الدماء وإن كان أيضا قيل بأنها سميت منا لأن آدم عليه السلام تمنى على الله فيها الجنة ولأنه تمنى أيضا أن يلتقي بحواء فقد نزلت هي بجدة ولزل هو بالهند وقيل أن سيدنا إبراهيم عليه السلام تمنى من الله أن يكشف يعني كربته في دبح ابنه إسماعيل عليه السلام وقيل أيضا لمن الله تبارك وتعالى على الحجاج بالمغفرة وجاء أيضا قولهم أن العرب أصلا في المكان الذي يحدث فيه اجتماع تسميه منا أو نعم فنحن من هذه التسميات جميل أستاذ رباح أن نأخذ الصفات فإذا أن نأخذ أو أن نتمنى على الله الأمنيات في منا وما أكثر هذه الأمنيات من بين أن نتمنى من الله الجنة مثل ما تمنى أبونا آدم عليه السلام الذي فارقه إنسان يتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يلتقي بهذا الإنسان الذي عنده كربة ومصيبة ومشاكل في حياته وأحزان يتمنى على الله أن يكشف عنه هذه الكرب وأيضا أن نكتر من أمنية من الله سبحانه وتعالى أن يخفر لنا الذنوب جميعا اللهم أمين وإن كان ثمة أمنية يتمناها من أدرك منا ومن حرمته الظروف منها إننا لنتمنى على الله سبحانه وتعالى أن يحفنا بالرضى وينظر إلى قلوبنا نظرة رضى تصلح بها ما فسد من شأننا إنه ولي ذلك والقادر عليه لازلنا في منا إن شاء الله نتابع الحديث عن ذلك في حلقة قادمة فكونوا معنا والسلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر